السلام عليكم اهلا بكم في قناة مينو للهنديميد والكروشي النهاردة هشرح لكم طريقة عمل بسكت بخيط الكليم البسكت ده مستطيل بشكل مستطيل هعملوكم بخيط الكليم بس ما تنسوش اشتركوا معي في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشيل عقبك الفيديو عشان اقدر اوصل عدد ناس اكبر ودلوقتي هبدأ اشرح لكم طريقة عمل البسكت ودلوقتي هبدأ اشرح لكم طريقة عمل بسكت مستطيل بخيط الكليم اه بالنسبة للبسكت ده بدايت بتبع عبارة عن القاعدة المستطيلة وانا شرحت لكم طريقة القاعدة المستطيلة بالتفصيل اللي هي القاعدة دي هسيب لكم لينك الشرح بتاعها في الوصفة اسفل الفيديو تمام بعد ما بنعمل القاعدة المستطيلة دي بالشكل ده زي ما انتم شايفين الخطوة اللي بعد كده طبعا على حسب العرض والطول الطول والعرض بتاع المستطيل زي ما انتم حابينه زي ما انتم حابين البوكس بتاعك يبقى طوله وعرضه قد ايه تمام العرض يعني بتاعه كده بالشكل ده العرض بتاع القاعدة تمام او الكبر بتاع المستطيل قد يبدأ انا عليك تبدأي تعملي القاعدة بتاعتك زي ما وضحت لك بالتفصيل بعد ما بنعمل الخطوة دي بنبدأ ان احنا نعمل ايه هناجي هنا على اطراف الغرز بدخل كده في الغرزة زي ما انت شايفة وهعمل غرزة منزلقة بعمل ازاي باخد لفة كده واسحب واطلع من من الغرزة اللي عندي اللفة اللي عندي على الابرة باطلع منها كده بالشكل ده تمام بدخل في الغرزة كده واخد لفة واطلع واخد لفة واطلع كده بالشكل ده بنفس اللفة بنطلعها من الغرزة بتاعتنا تمام اهو بالشكل ده نكرر الخطوات دي كده اهو تمام كلها كده بنشتغلها غرزة منزلقة على الاطراف بتاعتنا بتاعت الشغل لكلها طيب احنا ليه بنعمل غرزة المنزلقة دي بنعملها علشان تدينا البروز ده بتاع القطعة دي بتاعتنا اهو او الخطعة دي كده تمام طيب احنا بنعملها علشان بعد كده هنبدأ نشتغل الجسم بتاع البسكت بتاعنا فبشتغل على اطراف الغرز كلها كده بالشكل ده غرزة منزلقة اهو لحد ما بنوصل لنهاية القطعة بتاعتنا كلها وهنرجع مع بعض نكون الجسم بتاع البسكت بتاعنا وهوضح لك هنشتغلو ازاي وصلت كده لنهاية الخطعة بتاعتي كلها على الاطراف ودتنا الشكل ده تمام الخطوة اللي بعد كده هنبدأ ان احنا نعمل ايه كده بدخل اه في الغرزة دي في الحلقة الخلفية منها كده وبعمل غرزة كده بالشكل ده زي ما انت شايفها بعد كده هعمل ايه هلف القطعة بتاعتي تمام هلفها كده بالشكل ده وهو هعمل ايه هرتفع بغرزة سلسلة تمام وهناجي نشتغل على الغرزة بندخل كده في الغرزة كده نفسها تمام وبنبدأ ان احنا نعمل غرزة حشو اهو كرارها معاكوا تاني بدخل في الغرزة كده بالشكل ده زي ما انت شايفها وبعمل غرزة حشو انا كده وصلت لجزء اخر آآ غرزة معانا بدخل فيها كده بالشكل ده وباخد لفة واطلع من الغرزة وهدخل في الحلقة الخلفية من الغرزة دي كده تمام وهروح اعمل ايه هطلع من الحلقات كلها اللي عندي على الابرة بالشكل ده الخطوة اللي بعد كده هنبدأ ان احنا نرتفع بالقسطر وهنشتغل ازاي بدخل جوا غرزة الحشو مش في حرف اللي انت شايفها كده في غرزة الحشو ده بدخل جوا كده بالشكل ده وبعمل غرزة حشو تمام بدخل جوا حرف الفي ده كده بالشكل ده وبعمل غرزة حشو اهو بدخل جوا حرف الفي وبعمل غرزة حشو كل الجزء بتاعنا وكل القطعة بتاعتنا بيدخل جوا حرف الفي بتاع غرزة الحشو بنشتغل غرزة حشو كمان اهو لحد ما بنوصل لنهاية السطر وفي نهاية السطر بنكرر نفس الخطوة وبنرتفع بالاسطر لحد ما بتوصلي لطول البسكت اللي انت محتاجه بنفس الطريقة كده اهو ندخل جوا حرف الفي وبنعمل غرزة حشو نتكرر الخطوة دي لحد انا ما بوصل عدد الاسطر اه بالنسبة لي خمس اسطر يعني ادي سطر اتنين تمام هشتغل كمان تلت اسطر او اربع اسطر على حسب الارتفاع بتاع البسكت لو حسيت الاربع اسطر صغيرين ممكن اشتغل سطرين كمان تمام وهنرجع مع بعض نعمل اليدين بتاعت البسكت بتاعنا انا كده ارتفعت بالاسطر وكان عندي عدد الاسطر خمس اسطر الخطوة اللي بعد كده هبدأ ان انا هدخل لون جديد في البسكت بتاعي اه الخطوة دي اختيارية حابة ان انت تكملي البسكت باللون واحد اوكي ما فيش مشكلة حابة ان انت تضياري اللون على حسب اندماج الالوان اللي انت حابة تعمليها في بعضها طيب اه فهعمل ايه هاكي كده بالابرة والخيط الجديد بدخل في اول غرزة اللي هي دي كده بدخل فيها بنعمل غرزة الحشو بتاعتنا العادية جدا من الاول كده هون بدخل كده بنعمل غرزة الحشو بتاعتنا والغرزة اللي بعدها بعمل فيها غرزة حشو وبناخد الخيوط بتاعتنا دي كده تمام هشتغل كده السطر من غرزة الحشو باللون ده لحد ما بنوصل لانهاية السطر وهنرجع مع بعض نعمل ايه هنعمل اليد بتاعت هنكون اليد بتاعت البسكت بتاعتنا انا كده وصلت لانهاية القطع كده بالشكل ده لانهاية السطر باجي كده في اخر غرزة بدخل كده في الغرزة كده بالشكل ده وبنقفل السطر بتاعنا بالشكل ده الخطوة اللي بعد كده هنبدأ ان احنا بنشتغل جو حرف الفي هنشتغل هو عندي كده هنا بالزبط بتعدي الغرز بتاعتك ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر ادي كده اتناشر اتناشر غرزة في السطر بتاعنا تمام هدخل هعمل اربعة غرزة حشو ادي واحد ادي كده اتنين ادي كده تلاتة الغرزة الرابعة بتاعتي اللي هي اخر غرزة في السطر تمام ويهبدأ ان انا برضو ادي الاربعة التانيين ادي واحد اتنين تلاتة اربعة تمام وفي اربعة في النص الاربعة في النص دولو مش هنشتغل فيهم هنعمل ايه هرتفع با اربعة غرزة في السطر واحد اتنين تلاتة اربعة بالشكل ده تمام وهي هورزة كمان لو حسن هي لسه مش هتقفل بترتفع بغرزة كمان غرزة رقم خمسة كده بالشكل ده دي واحد اتنين تلاتة اربعة تمام بتدخلي في الغرزة رقم خمسة تمام وبتعملي بتكوني غرزة الحشو العميقة. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة بندخل في الغرزة دي كده. وبنعمل Archives الحشو بتاعتنا. تمام? طيب احنا كوننا للفراغ ده هتبقى دي اليد بتاعة البسكت بتاعنا بس هنشتغلها على سطر كمان. فبنشتغل يعني لسه في سطر كمان هنشتغل حوالين اليد دي غرز حشو. هوضح لك برضو ازاي. فبشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو لحد ما بنوصل للجزء التاني اللي هو الجزء ده هنبدأ نعمل اليد المقابلة لآآ ليها. فبشتغل كده بشكل تلقائي فوق كل غرزة غرزة حشو لحد ما بوصل للجنب التاني من البسكت. في الجنب التاني هنبدأ نكون اليد التانية. انا كده وصلت للجنب التاني واشتغلت كده اول غرزة. في ادي غرزة ادي كده اتنين. فهشتغل برضو اربع غرز بنفس الطريقة اللي اشتغلتها في الجنب المقابل لي. ادي كده تلاتة. ادي واحد اتنين تلاتة. ادي كده الهرزة رقم اربعة. بعد ما عملت الاربع غرز كده بالشكل ده هرتفع خمسة غرزة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. تمام? بسيب اربع غرز واحد اتنين تلاتة اربعة. بدخل في الغرزة رقم خمسة. اهو. واحد اتنين تلاتة اربعة. والغرزة رقم خمسة بعمل فيها غرزة حشوة عميقة. بالشكل ده. لو هتلاحزي هتلاقي ان الجزئين مقابلين لي ادي اليد. تمام? لسه كمان هنكونها تاني اليد. فبنشتغل كده بشكل تلقائي في كل غرزة قبني غرزة حشوة لحد ما بنوصل لاخر السطر. هكامل لحد ما هوصل لنهاية السطر كده بنفس الطريقة وهرجع وضح لك هشتغل باقي الباسكت ازاي? انا كده اشتغلت لحد ما وصلت كده لنهاية السطر كده زي ما وضحت لك وبدأت السطر. اه واشتغلت اليد دي. هوضح لك اشتغلت كام اه غرزة بالزبط في اليد دي. تمام? فانا اشتغلت اليد دي وبعد كده بعد ما اشتغلت غرز الحشو. هنا فوق كل غرزة غرزة حشو. هنبدأ بعد بعد كده نعمل آآ اليد التانية مع بعض. هوضح لك هنعملها ازاي? بدخل كده بعمل غرزة حشو. بنشتغل غرز حشو في اي غرزة قبل الفراغ اللي في اليد. اللي بنشتغل فيها كده غرز حشو بالشكل ده زي ما انت شايفها. اهو غرزة حشو. وقادي وصلتي للغرزة اخر غرزة اللي هي قبل الفراغ. بعمل فيها غرزة حشو. علشان نكون الشكل ده. تمام? زي ده بالزبط. هنعمل ايه? باجي هنا في الفراغ بتاع اليد هشتغل خمسة غرزة حشو. ادي واحد. ادي كده اتنين. تلاتة اربعة خمسة ستة هشتغل تمانية غرزة حشو في الفراغ ده زي ما انت شايفها. بعد كده باشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو. لحد ما بنوصل لنهاية السطر بتاعنا عادي جدا من غرز الحشو. بكمل كده. ندخل في حرف الفي بتاع غرزة الحشو. باشتغل غرزة حشو فوقيها. هكمل لحد ما بوصل لنهاية السطر كده بنفس الطريقة فوق كل غرزة غرزة حشو. وبعد كده هرجع اوضح لك الشكل النهائي للباسكت مع عنا بقى ازاي. انا كده اشتغلت لحد ما وصلت الاخر غرزة كده. اخر غرزة هنقفلها مع بعض ونقفل التقفيلة النهائية بتاعتنا. بعمل ايه? بنزل كده في الغرزة واخد لفه واطلع من غرزة واعمل الغرزة بتاعتنا العادية. واشد الخيط طبعا بعد ما بتقصيه كده بتشديه بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده هتبدأي تعملي ايه? بتدخلي كده في الفراغ ده كده اهو في الغرزة كده بالشكل ده. في الغرزة كده بالشكل ده بندخل وبناخد كده الخيط بتاعنا. بتروح عاملة زي حرف كده اهو. زي حرف كده بالشكل ده. تروح جايبة الفراغ بتاع الهرزة اللي جنبها على طول. وفي الحلقة الخلفية منه. وبنبدأ ان احنا نشد الخيط. بعد كده بتبدأ ان انت تخفي الخيط باي قبرة رفية بمقاس قبرة رفية او بقبرة التنظيف البلاستيك. فعلى حسب الحاجة اللي تريحك كده بتبدأ ان انت تخفي الخيط. اهو. بالشكل ده. بعد ما تخفي الخيط. والشكل النهائي للباسكت بتاعنا بيبقى بالشكل ده. ادي اليد. طبعا كدر الكاميرا مش هيجيب بالشكل كله. او الجزء كده. ده. ادي اليدين بتاعة الباسكت. طريقته سهلة وبسيطة جدا جدا زي ما وضحت لك. وكده بنتهيت من طريقة عمل الباسكت المستطيل بخيط الكلم. ودلوقتي وصلنا مع بعض انهاية الفيديو. اتمنى تكون استفدتو. وقدرت اشرح لكم طريق تعمل الباسكت بترينة سهلة وبسيطة. لو عندك هي ملحوظة او بسبسول. تقدر تسيب كومنت اسفل الفيديو. اولا صبحتنا على فيسبوك. هتلاقيناك موجود الوصف اسفل الفيديو. ما تنسوش تشتركوا معي في القناة. وتفعلوا الزير الجرس. وتشجعوني بلايب وشيء العقل في الفيديو. عشان قادر اوصل عدد نايس اكبر. وتقدر تابعنا على الويب سايت بتاعنا. اولا صبحتنا على فيسبوك والتويتر والانستجرام. هتلاقيناك موجودة في الوصف اسفل الفيديو. نشوفك على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة